اتفاء بمولد خير البرية خرج الأهالي رفقة أطفالهم إلى مثل هذه الأماكن المخصصة للراحة والترفيه كسلوك تعود عليه الكثير من الأسر في مثل هذه المناسبات جئنا هنا اليوم ماشي بالشاشرة لكنه رفعوا عنهم بما أنه يعيدوا لكنه لأنهم باركات قلال حتى وعندما قدمت هذه الشعارة المولدية في مناسبة مولد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن جئنا ونشى اليوم لعبنا لعيبزين ومعا أخواش阿ady الناس كاملة لعبنا لعيدزين كثيرا معا أخي وكان اللعبزين من شاء الله لعبنا ليل فترنا أنا جئت اليوم للبارك بمناسبة لعيد المولود وجئت للبارك هنا ببارك زين كان الشعب الموريتاني بمناسبة لعيد المولود الشريف جمعت شيء أنا أخواش لعبنا لعودزين من شاء الله أطفال من مختلف الأعمار اتخذوا ما وفره هذا المنتزه من وسائل للعب أداة للتسلية والترفيه يوم العيد الحمد لله تركوا لهم في العيد يجوا يلعبوا وإذا بارك يعني شاء الله طابين عليهم دائما نجو زين ما شاء الله وعيد مبارك الموريتانيين كاملين يأكل يترفعون عن روسهم تركوا لهم يلعبوا يأكل يعرفوا الحياة يعرفوا ياسر من شي العيد مولي ما يصاب عن حد تمي وخاف تركتوا شوية لعبوا وكان العيد زيني يعادينينا وليكم بالصحة والعافية كل العيد لي نعودوا سالمين جيت أنا وخالتي واختي وكان العيد زين جيتون أخواتي وأصحابياتي ونلعبنا إن شاء الله زين الحمد لله جينا هنا تشياه نلعبوا لهذا بارك وشعب الموريتاني على عيد مولود النبو الشريف عيد مشاء الله زيني وبركات مشاء الله زيني ولجواء سواء الحمد لله بارك علينا وعلى المسلمين وتعد مذل هذه المناسبات فرصة للأسر لاستحاب الأطفال لمذل هذه الأماكن إرضاء لطلبات الصغار وفسحة لراحة الكبار من أجواء المنزل والروتين اليومي للعمل ترجمة نانسي قنقر